بعض السلف من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عمر بن العاص وهو ظاهر ما يروع عن عائشة من أن هذا جائز ولذا جاء عند التلميذين أن عبد الله بن عمر بن العاص كان يعود أبنائه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو دعاء الفجأ وهو أعوذ بالله من غضبه وعقابه وشر إباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون فإذا لم يكن بالغا فتبى هذا الدعاء وعلقه على صبيانه الصفاء ولو قال قائل ماذا تقولون في فعل عبد الله بن عمر بن العاص نقول إن هذا الذكر الوالد ثابت كما جاء عند التلميذ لكن فعل عبد الله رضي الله عنه لم يصح من حيث السند وقد ضعف الألباني رحمه الله فعل عبد الله بن عمر بن العاص وقال إنه لم يتبد إنه بالثابت الذكر الوارد